السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يتعلق ببعض العوائق الفكرية التي تواجه كل إنسان يريد أن يدعو إلى الإسلام يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن هناك فكرة منتشرة على نطاق واسع بين الناس ألا وهي النسبية الخلقية أي بمعنى أنه بالنسبة لك هذا الأمر هو الصواب ولكن بالنسبة لغيرك ليس صوابا أمثلة مثلا عندما تقوم بالدعوة إلى التعفف أو إلى العفة أو إلى الاحتشام البعض قد يقول الاحتشام نسبي أو العفة والتعفف أمور نسبية بالنسبة لك العلاقات قبل الزواج محرمة بالنسبة لغيرك لست محرمة بالنسبة لك يجب على المرأة أو على الرجل أيضا أن يستر أجزاء من جسده أو تستر أجزاء من جسدها ولكن ذلك ليس واجبا بالنسبة لغيرك وهكذا وأيضا حتى في أمور العقائد بالنسبة لك الإسلام هو الحق ولكن بالنسبة لغيرك البوذية هي الدين الحق المسيحية هي الدين الحق اليهودية إلى ما هناك فإذن يصل الإنساء إلى مرحلة من اللا أدرية أجنوستيسزم أين الحق وأين الباطل؟ غير موجود ولا يحق لك أن تدعي أنك تمتلك الحقيقة المطلقة الأمور نسبية ويجب أن نتعايش وأن نتسامح وإلى ما هناك طيب أولا لا يمكن أن نقول بأن الأمور نسبية فيما يتعلق بالاعتقاد فلابد أن يكون هناك اعتقاد يتسم بأنه الاعتقاد الحق وبالتالي إن لم يكن هناك اعتقاد حق فنحن في مرحلة ضياء لا يمكن أن تكون كل الأديان على صواب لا يمكن أن يكون من يقول بأن المسيح ليس نبيا وهو مدعي للنبوة وهم اليهود ومن يقول أن المسيح عليه السلام هو ذو طبيعة لاهوتية أو أنه إله أيضا إله متجسد ومن يقول بأن المسيح هو نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى هو بشر بشر ولكنه خلق بطريقة معجزة بقدرة الله سبحانه وتعالى أي هذه الفرق الثلاث على حق وما هو الدليل وما هي الحجة وما هو البرهان فإذن لابد لنا من أن نتتبع الأدلة والحقائق والبراهين لنتثبت ولنتأكد ولنعرف أين هو الحق وهذا الشيء ممكن إن جذور هذا الإدعاء وهو الإدعاء بالنسبية أو relativism moral relativism النسبية الخلقية أو أي شيء من النسبية تكمن في الفلسفة الطاغية في أيامنا وهي فلسفة ما بعد الحداثة postmodernism وبإجاز كي لا أطيل عليكم كثيرا وسأذكر في الروابط تعريفا موجزا لأحد الأخوة للحداثة وما بعد الحداثة ولكن سأجز لكم أن أوروبا بعد أن تخلصت من السلطة الدينية أو في أثناء تخلصها من السلطة الدينية بسبب صراع بين الكنيسة والعلماء قررت أن أو يعني بشكل عام الفكر الأوروبي توجه إلى تقديس العقل والاعتقاد بأن العقل قادر على اكتشاف كل شيء وإلى كشف حقائق الكون وإلى معرفة الحقائق بمعزل عن الدين وبمعزل عن الكنيسة ووصل إلى مرحلة متقدمة من العلم والتكنولوجيا وإلى ما هناك إلى أن وصل الإنسان إلى حقيقة أن هذا العقل أوصل الإنسان إلى كوارث منها الحروب العالمية ومنها دمار مدن بأكملها كهيروشيما ونكزاكي والملايين من القتلى وإلى ما هناك فأذن كل هذه الأمور الصادمة أدت إلى ردة فعل على مرحلة الحداثة ألا وهي ما بعد الحداثة Post-modernism ومن الركائز الفكرية لما بعد الحداثة القول بالنسبية أي لا أحد لديه الحقيقة المطلقة حتى العقل الذي قدسه الحداثيون modernists لم يكونوا على حق ولن يكونوا على حق لأن العقل غير قادر على كشف الحقائق المطلقة في الكون في كل الميادين حتى في ميدان العلم كل الأمور نسبية فإذن هذه المفاهيم تسلت إلى أفكارنا وإلى أفكار المسلمين من خلال عدة طرق ومطرق منها الإعلام ومنها أيضا الجامعات تدرس النسبية الخلقية والنسبية بشكل عام في الجامعات خاصة الجامعات ذات المناهج الأمريكية أو الأجنبية وأصبحنا على هذا التوجه وأصبح البعض يقول بأن وأيضا طبعا حتى يؤول بعض النصص الدينية التي تتناسب مع مفهوم النسبية لكم دينكم وليا دين يعني خلص كل واحد على دينه لا مفهوم غير صحيح وهذه الآية من سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين لا نجتزئ النصوص ونأخذها خارج سياقها بل نأخذها في سياقها ونفهمها إن الدين عند الله الإسلام فإذا الإسلام هو الدين الحق وبالتالي هو الدين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وارتضاه لعباده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا النسبية لا أساس لها والإنسان عليه أن يبحث عن الأدلة والحجج والبراهين ليقتنع وليصل إلى حقيقة ما وأن يبقى منفتحا على الأفكار وأن يناقشها وأن يحاولها ولكن عليه أن يصل إلى مرحلة من الاقتناع تجعله يتبنى عقيدة ما إيمانا ما اعتقادا ما وأن يبقي عقله في إطار العمل والتفاعل والتشغيل كي يستمر بالبحث وإن استمر الإنسان بالبحث بعد أن يصل إلى هذه الحقيقة حتى مثلا لو أنه اختار الإسلام دينا واعتقد به ومارسه في حياته إذا أبقى عقله منفتحا وبحث وقرأ وناقش وحاور سيزداد يقينا بأن هذا الدين هو الدين الحق أتكلم عن تجربة الشخصية دون إطالة بدأت في المرحلة الثانوية بالفلسفة ومن ثم بدراسة الأديان وحاورت عردا من رجال الدين من الإنجليين وأورتودوكس وحتى الكاثوليك وبعض المنصرين وأيضا أشخاص من التوجه اليساري من ذوي المناصب أو حتى من العاملين في المجال والتوجه الإلحادي وغيرهم وقرأت كثيرا قرأت في الكتب السابقة وبحثت في مقارنة الأديان وتوصلت إلى حقيقة أن هذا الإسلام لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى وأن في كثير من الأديان السابقة جذور توحيدية وأنها كانت تستند إلى أصل من الوحي ولكن التحريف والتغير الذي ترأى عليها هو من صناعة البشر ولكن بقيت لنا الرسالة الخاتمة التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي رسالة الإسلام بقيت على سورتها الأصلية ويعني هي محفوظة القرآن الكريم محفوظ والسنة النبوية أيضا محفوظة وهذا الحفظ طبعا من الآيات على إعجازها وعلى أنها من عند الله سبحانه وتعالى ولكن كل الحثيات المحيطة بهذا الوحي الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي ما زال بين أيدينا حتى الآن يؤكد صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذه الرسالة هي الرسالة الحقة من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى سأختم الآن كي لا أطيل عليكم أرجو أن تكونوا قد سفدتم من هذا المقطع القصير وبإذن الله سيكون المزيد من المقاطع حول بعض المفاهيم الفكرية الشائعة التي تسللت إلى أفكارنا وإلى أذهاننا وأن نحاول معالجتها كي نصل إلى معرفة الحق وكي نكون بإذن الله تعالى من أهل الحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته